موسيقى مفيش شك ان ده موضوع محير جدا بالذات عند فساد الزمان لما الأمانة تبقى قليلة كما قال صلى الله عليه وآله وسلم حتى يقال في بني فلان رجل أمين من علامات اقتراب الساعة وإحنا قربنا على الساعة إن البني آدم يفاجأ إنه هو عايز يخبي معلومة بسيطة كده هو شايفها يعني مش مؤثرة قوي بس هو من جوه عارف إنه هو بيخبيها لأنه عارف إنها مؤثرة ورح يتقدم لوحدة معلومة عن عيلته مثلا بيخبيها أو يستخدم حاجات بسيطة في الشغل ورق الشغل والدباسة ويعمل شوية داونلود لأفلام بيحبها وإن الباقة بتاعة الشغل بغير ما يستأذن أو إنه مثلا يخبي عيب معين في سلعة معينة عشان للبيعة تمشي ده خيانة للأمانة واضحة وعايز أقولك على معلومة مهمة في الشريعة قد إيه الشريعة علمتنا أن ربنا واسع المغفرة في حقوقه سبحانه وتعالى جل في علاه ويغفر أكبر الكبائر اللي بين العبد وبين ربنا وضيقت الشريعة في حقوق العباد عشان ما تبقاش محتار هو أنا يعني لو احتكت أني خبي حاجة بسيطة دي خيانة للأمانة نعم بلا شك وبلا حيرة وربنا بيقول فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائت من أمانته وليتق الله ربه بشوف كناية عن الدقة وليتق الله هو بيؤدي الأمانة وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة اوعد خبي معلومة ومن يكتمها فإنه آثم القلبه والله بما تعملون عليهم ربنا شايف وسامع الحاجة اللي انت خبتها وراحد يقول لي مثلا طب دي حاجة بسيطة أو يعني أقول لك قال صلى الله عليه وسلم تحس إن سيد النبي ما سبش مجال لأي حائر في الموضوع ده قال صلى الله عليه وسلم من استعملناه على شيء من أمرنا لو استأمنت حد على حاجة يعني من استعملناه على شيء من أمرنا فكتمنا مخيطا مخيطا يعني إبرة كان غلولا يأتي به يوم القيامة غلول يعني سرقة إبرة سيدنا النبي بيقول إبرة لأنها في حقوق العباد صلى الله عليه وسلم عشان كده الصحابة فهموا الموضوع ده في البيع والشراء وما كانوش بيخبوا معلومات بسيطة جدا لعلمهم أنه لا إيمان لمن لا أمانة له سيد أحد الصحابة راح لسيدنا واثلة واثلة بن الأسقع عشان يشتري من الحظيرة بتاعته جمل فراح نقأ أكتر جمل مربرب كده وتخين وعضلات وقام دافع فيه الفلوس وماشي طلع من البيت سيدنا واثلة بيجري وبيلبس ردائه كأنه عارف أن فيه حد بيشتري فاجري عشان يقوله على معلومة معاناة لسه ما كملش لبسه قاله أنت اشتريت لي الجمل ده قاله اشتريته لأنه هو سامين وبها صحة قاله أنت بتشتريه علشان مسافر عليه ولا عشان تاكل لحمه قاله لأ إنما اشتريتها راحلة للسفر قال انظر فإن في حافرها نقب يعني فيه فرجلها كده خرم صغير قال أردت أن تفسد علي وانت بتقول كده يعني كلام أي حاجة كده عشان تبوز البيعة إن أنا اشتريت جمل حلو قال لا إنما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يحل لأحد أن يبيع شيئا حتى يبين ما فيه بتشتريت جمل ليه للسفر ولا للأكل لو للأكل آه دي مربربة كل براحتك مليانة لحمة بس لو للسفر فيه خرم صغير في الحافر بتاعها عشان تبقى عارف انت عارف الحاجات دي اللي بتفرق من إنسان لإنسان في مقامه عند رب ده وبتفرق من إنسان لإنسان لو أنت حيران دي حاجة بسيطة لا أبدا من يعمل مثقالة ذرة تنشر أن يره والشريعة ضيقت في حقوق العباد بتعرف واحد صاحبنا كان يبقى قاعد في الشركة معانا عنده ألم في جيبه بتاعه وألم في إيده بيكتب حاجة الشركة لما الأوفيس بوي عدي علينا عشان ياخد طلبات الفطرة الفول والطعمية يقوم مطلع الألم بتاعه وكتب له مش عارف اثنين فول واثنين طعمية ولا أيا كان طب ما تكتب بألم الشغل ده يعني نص سطر أبدا ربنا سبحانه وتعالى مستأمني على أموال الشغل طب شو هيك الحبر دول مش هيفرقه آه مش هيفرقه عند البشر لكن عند الله عز وجل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إن مرة واحد من الناس في عهد النبي غنيمة من الغنائم سرق عباية وبعدين بعد كده قتل شهيد المفروض إن قدام الناس شهيد فقال صلى الله عليه وسلم على اللي سرق العباية من الغنائم لا تزال الشملة التي غلها الغلول يعني سرقة من حاجة مش بتاعتك خيانة للأمان لا تزال الشملة التي غلها مشتعلة عليه في قبره فما فيش بسيط ولا كبير في الأمانة تحترش خليك واضح ولاش لفه دوران والشخص الواضح هو المتوكل على ربنا اللي واثق إن مصلحته هياخدها بمدد ربنا وعونه مش بشوية لوعة ولف ودوران وتخبية يا سيدي بيع الموبايل اللي انت لعبتي فيه من جوة وبايز بيعه يا سيدي ويكسف فيه شوية لكن بعد كده فيه حياة انت محتاج بركة ربنا ومحتاج شفاء من الأمراض ومحتاج بركة في الرزق والعمر والعيال فمناش استعجال وخليك اقطع الحير فيه وضوح في الشريعة في المسألة دي لا صغير ولا كبير امشي كده ايه استقيم ترجمة نانسي قنقر